اشتركوا في القناة والارجنتين على مجموعة من الجزر بالمحيط الهادي قريبة من الارجنتين يسمها جزر الفوكلانت هذا الجزر كان في بين نزاع ما بين بريطانيا وما بين انجلترا ما بين بريطانيا والارجنتين على هذا الجزر فكان صار انقلاب جديد بالارجنتين والخيادة العسكرية بالارجنتين قامت احتلت الجزيرة فخلال الفترة هذيك طلعت مارغريت تاتشر كانت رئيسة وزراء بريطانيا فقالت فحكت انه مقولة وكلمة بالموضوع الدال بالموضوع حكت انا لن اسمح لديكتاتور حديقة بان يتحكم او يروع رعاية الدولة البريطانية او الحكومة البريطانية فليل امانة كلمة ديكتاتور حديقة يعني ابهرتني شوية يعني لفتت انتباهي شوية ديكتاتور حديقة لانهم بالعادة بعملوا زي تصنيف للديكتاتوريين في عندهم ديكتاتوريين مثلا عالميين زي هتلر وموسليني او لهم تأثير على مستوى العالم كله ياتهم زي هتلر وموسليني او حتى ستالين وفي مرات يعني بكون عندهم بتصنيفاتهم بعض التصنيفات انه في بعض الدكتاتوريين بكونوا هذول دكتاتوريين اقليميين يعني زي رئيس كوريا الشمالية او مثلا صدام حسين او جمال عبد الناصر طبعا هاي من وجهة نظرهم هما يعني احنا احنا ما بنحكي انه هذول الاشخاص يعني انه وحتى لو مثلا بنحكي عن صدام حسين او عن جمال عبد الناصر يعني هذول الاشخاص من المؤثرين جدا بالتاريخ العربي وخصوصا منطقتنا بالشرق الاوسط فحتى اذا بدك تحكي عن الحقبة التاريخية تبعتهم او بدك تثري نقاش حول الاعمال تبعتهم او انجازاتهم او اخفاقاتهم فبدك تحضير كثير وبدك حكي كثير لانه رح مواضيع كثيرة يعني ما بتقدر انت مثلا تحكم على شخص من شخص اخر او خصوصا الشخصيات التاريخية لانه الشخصية التاريخية بس يموت او يتوفى تمام هذا بصير ملك للجميع بصير ملك للتاريخ بصير ملك للمؤرخين فهم من وجهة نظرهم انه صدام وجمال عبد الناصر هذول اشخاص يعني الاشخاص اللي بيكون ديكتاتور على بلد ضعيفة او بلد اهلها غلابة فبكون شر او ديكتاتوريت وبس على ضعوف الجوة البلد هذه طبعا يمكن القصة معروفة يعني انه جهزوا البريطانيين جيش كامل ووسطول البحري والوسطول البحري راح وحرر جزر الفوكولاند ب72 ساعة ترى هي من اقصر الحروب بالعالم صارت حرب الفوكولاند ب72 ساعة وبعدها بسبوعين كمان انهار النظام بالارجنتين كلها هياته يعني هذا بدل عن جد انهم حتى الدكتاتوريين انهم درجات تمام وحتى صار له تداعيات لهذه الحرب والأهم هاي تداعياتها يعني اللي كتبوه بالأخبار وحتى اطرقوا له بالرياضة انه لما لعبة الارجنتين مع انجلترا عام 1986 بكأس العالم اللي كان بالمكسيك يوم ما رادونا جاء بالقول بإيدو فيعني كانت من تداعيات ورحصات هذه الحرب اللي صارت ف بتدلك الحكي هذا على انه الدكتاتوريين بالعالم او الدكتاتورية بالعالم ودرجاتها بالعالم يعني ما الها وقت ما الها مدى حتى انها تطور او انها تقوم بادارة بلدان او بتطوير بلدان او زيادة مثلا مستوى رفاهية او زيادة مستوى معيشة بلدان معينين شكرا لكل واحد انضمنا وشكرا لكل اللي استمعتون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة